مرحب بي سيدة عابير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر مرحبا عيشك مرحب بيك وبكل مستمعي مزيكة فهم شكرا جزيلا اليوم تم الدعوة عدد من النواب للقاء رئيس الجمهورية ساعة منتصف النهار مفروض بداء اللقاء نواب من كتل مختلفة حركة النهضة التيار ديمقراطي حركة الشعب مستقلين وغير منتمين لكتل أيضا زوز نواب من تحية تونس هل تمت دعوة الدستوري الحر؟ طبعا ليه ما تمتش دعوة الدستوري الحر لأنه واضح رئيسة الجمهورية تعتبر أنه دستوري الحر لا يتمتع بنفس الحقوق والواجبات لبقية الأحزاب هذا واضح وحتى المواطنين اللي في وسط الدستوري الحر زدى يعتبرهم ما همش مواطنين تونسا باعتبار شفنا موقف رئيسة الجمهورية كمؤسسة منيش نحكيه على الأشخاص وقت تم تكفيرنا بعثنا مرسلة تم تجاهلها وقت تم الاعتداء علينا وقت دخول الاس دي ست للبرلمان مرسلة تم تجاهلها ومؤخرا وهذه هي حاجة اللي ظاهرة يعني للعموم أنه حتى وقت اللي تم تعني فيه مؤخرا في البرلمان وبعثنا مرسلة رسمية لرئيسة الجمهورية لاتخاذ موقف من العنف ضد المرأة باعتباره ضامن للدستور وذكرناه أنه الفصل 46 من الدستور ينص على أن الدولة ملزمة بمناهرة العنف ضد المرأة وبقية دون جواب ودون أي بيان أو أي كلمة لرأي العام تطمئن أنه تونس عندها إرادة سياسية لمكافحة العنف ضد المرأة وبالتالي أحنا ما نستغربوش ومن إيش ننتظره في حتى دعويت من عنده تعتبروه رئيس بعض التونسيين فقط هو برهن على ذلك وهو أراد أن يحشر نفسه في ذلك هو يتصرف يعني كرئيس لبعض التونسيين ولبعض السياسيين ثم وقفكم منه كيف تعتبروه أدى رئيس الجمهورية عابير موسي حتى الآن بعد عام أحنا من هالول نسكل تعرف أنه رفضنا أنه نمشيون قابلوه لأنه اللي صوتوله الأخوين وذراحهم قلنا أحنا اللي ما صوتولوش وبعد ما أدى اليمين استحسننا بعض الجمل اللي قالها اللي فيها إرادة سياسية لمكافحة الإرهاب قلنا إذا كان بناء عليها وإذا برهن حقيقة أنه هو ضد الإرهاب وأنه ضد الإخوين وأنه ضد التعترف وأنه مع الدولة المدنية طوى انكونوا فكرة عليه لكن طوى من العام ونص طوى ولا قديش احنا عندنا من الانتخابات كل مرة يبرهن أنه هو ما عندوش موقف معادي للإخوين باتتبار أنه عمره ما يستثنيهم لا من الحوارات الوطنية ولا من اللقاءات الجانبية اللي طوى يعمل فيها ومن جهة أخرى عنده موقف من جزء من التونسيين واللي أنا لهنين حب نقوله اللي راهو دسيترة حجر الويد ومن لا يعترف بوجود دسيترة في تونس وحقهم في التنظم الهيكلي بطريقة مستقلة مرفوعة الرأس راهو غالط برشا في حساباته يلزم يعاود حساباته من جديد المؤسسة نتوجهولها كل ما رأينا أنه دورها يلزم تقوم به معانيش لا علاقة لا بهية ولا خائبة مع الشخص والأشخاص لكن التصرف العام اللي رينيه خاصة في ملف العنف ضد المرأة موضوع يعتبر خطأ جيسيم تم ارتكابه في حق المرأة التونسية عموما وفي حق الدولة المدنية البرجيبية